استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي وفدم رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسطرية العمل في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية وبحطات الحاوية الدولية وخلال اللقاء أكد رئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحلف الشركات العالمية في ضوء ما تتمطع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة في مجالها وخبرات فنية وإدارية متميزة في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستية المتكاملة للحاويات صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن لقاء يأتي في أعقاب التفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات مواني هاتشسن على إنشاء وإدارة وتشغيل محطتين للحاويات بمناء السخنة والدخيلة باستثمارات تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار وستقوم المحطتان بإضافة طاقة استعبية للمواني المصرية تصل إلى 5 ملايين حاوية مكافئة سنويا ما يمثل زيادة 50% من قدرة المواني المصرية لتداول الحاويات وخلال الاجتماع برى الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر في ضوء ما يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال وكلها أمور تؤهل مصر لاستعب استثمارات أكبر في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر